السلام عليكم عند إعدادك لعرض باوربوينت هناك الكثير من المعلومات التي تشاركها مع المشاهدين أو مشاهدي العرض الخاص بك لكن لا يمكنك أن تدرج جميع النقاط والمعلومات داخل العرض ولكي لا تنسى بعض المعلومات المهمة أو الأكثر أهمية بنسبة لك يمكنك أن تضيح ما يسمى بملاحظات المحاضر كيف تقوم بذلك؟ ستذهب لأي سلايد أو جميع السلايدات الخاصة بالعرض لديك سنقرنا دعنا نقر على هذا السلايد مثلا هذه الشريحة الموجودة هنا وستلاحظون هنا أنه لدينا هنا Notes زر موزج الأسفل هنا Notes الملاحظات وسأكتب أي شيء هنا سأكتب مثلا هذا مثل فقط أمثلة لبرامج الكمبيوتر فالآن أنا أضفت هنا أمثلة لبرامج الكمبيوتر سأذهب مثلا لهذا السلايد الأخر الشريحة الأخرى سأضيف مثلا هنا مكونات الدورة مثلا وأضع العناصر مثلا فما يحدث هو أنه عندما تقوم بعرض العرض التقديمي على شاشة الكمبيوتر أو على البروجيكتر ما يحدث هو أنه المشاهدون يشاهدون محتوى الشريح فقط وهذه النقطة الموجودة هنا وهذه الملاحظات التي تمت إضافته هنا لا تظهر بالنسبة لهم وسنرى لاحقا عندما نقوم بشرح أداة مقدم العرض كيف يمكنك مشاهدة هذه الملاحظات دون أن يشاهدها الجمهور في نفس الوقت يعني يمكنك أن تقوم بقراءتها أو نظر إليها من حين إلى آخر مع إخفائها على مشاهدي العرض التقديمي الخاص بك لا تنسوا الله واشتراك وأراكم في فيديو آخر شكرا